أبدأ معك دكتور غسام ما تقييمك للبيان الختامي للقمة العربية خاصة عندما نأتي على ذكر القوى العربية المشتركة هل هناك أهداف مشتركة من الناحية السياسية الخارجية؟ شكراً أهمية هذه القمة بعد جمود عقود للعرب وعدم قدرتهم الأخذ موقف مواحد تجاه كثير من المشاكل تأتي القمة هذه لتأطي دفعاً إيجابية للوضع العربي القرارات التي اتخذت بما يتعلق في اليمن تحديداً هي تأكيد لأن المقاربة السياسية لموضوع اليمن يجب أن تأخذ منحاً عربياً وليس منحاً إسلامياً أو طائفياً فالغطاء العربي كان ضروري للمبادرة السعودية الشيء الآخر أن هذه القمة كانت فرصة نادرة لتتسير الهوة بين أطراف عربية فمثلاً تركيا وقطر يختلفان مع مصر ومصر تخطر مع آخرين هذه القمة أدركه جميع كلهم أن هذه الخلافات الثانوية بيناتهم يجب أن تهمش لصالح تحدي كبير ونجحوا إلى حد كبير بهذا الشيء لما تفقوا على موضوع القوة التي سألت عنها القوة العسكرية هذه تاريخياً ستكون نقلة جديدة بمعنى الكلمة ووضعوا بها نقطة أساسية أن يجب القوة من تضم أن أصل حسب اختيار الدول وبتقديره الدولة الأكثر فعالية وستلعب دورها هي مصر من هنا عودة مصر لأن تلعب دورها العربي مهم جداً وعودة الصف إلى بعض بتقديره نجاح القمة هي بقدر ما تجاوزهم الخلافات الثانوية وبقدر ما تركيزهم على اليمن إذا سألت نقطة أخرى هل التدخل أو المبادرة السعودية كانت ضرورية البعض المعلقين الأجانب وحتى الدبلوماسيين يقولوا هذه قد تكون مجازة في السعودية الدخل اليمن بحرب واستنزاف وتضعف السعودية وتصبح عندنا عراق آخر وسوريا أخرى بتقديري الفرق كبير المبادرة إن لم تقم كان معناها الطرف الحوثي يلبس عباء طائفية معينة سيجد الطرف الثاني وهو الأغلبية إنه لا معين له فبالتالي يندفع كمن دفع سنة العراق وسنة سوريا إلى التطرف ووقعوا بأحضان داعش وأحضان نقاعدة هذا التدخل الميستر ذكرت نقطة مهمة إنه في البيان الختامي للقمة يبدو أنه حاول الرؤساء العرب تجنب المسائل المشاكل بينهم ولكن من الواضح نحن عندما قرأنا البيان الختامي أنه هناك خلافات خصوصا بموضوع سوريا موضوع ليبيا بالتحديد هذه كانت ظاهرة محاولة التستر على عيوبنا ليس سهل لكن على الأقل اتفقوا أن لا يتفقوا على قضايا جزئية وأن لا تتحول القضايا الجزئية إلى قضايا أساسية وتفجر المؤتمر من سيكون المستفيد في حال حصل بهذا الحصال؟ سيكون الحقيقة المستفيد بدون شك هو طرف الإيراني الذي لا يحتاج أن يسل القوات أو يعمل إيشة وفقط يراهن على انقسامات العرب على فشلهم في أخذ موقف موحد تجاه قضية كقضية اليمن التي هي بمثابة الحديقة الخلفية للجزيرة العربية وبذلك بأمله أن هذه العملية تأتي للعرب فرصة نادرة بأن يتصرفوا من منطلق عربي ويكون راية عصفة الحزم يرفعوا راية العروبة وليس راية إسلام أو شيعة أو سنة هذا التحول النوعي ليس من السهل التحقيق بين ليلة ومحاها الفرصة متاحة لهم السؤال كيف تتبلور هذه ترجمة نانسي قنقر